اقيم تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بقرية القدرة حفل ختام التمرين المشترك سقور حمد ثلاثة ودورة القفز المظلي الحر رقم أربعة ودورة القفز الحر رقم خمسة الذي نفذه الحرس الملكي بمشاركة مجموعة من القوات البريطانية وقيم خلال الفترة من الثلاثين من شهر أغسطس ولغاية الثامن والعشرين من أكتوبر الجارية واجتمل على العديد من التدريبات من ضمنها القفز المظلي الحر والقفز الحر والإنزال بالحبل ويأتي هذا التمرين ضمن خطط وبرامج التدريب بقوة دفاع البحرين من أجل إعداد كوادر وطنية مزودة بالتدريب والتأهيل اللازم في كافة الأسلحة والوحدة التابعة لقوة دفاع البحرين حيث شارك في هذه الدورة عدد من منتسبي الحرس الملكي وبدأ الحفل بتلاوة أيات من الذكر الحكيم بعدها قدم إجاز عن مراحل التمرين المشترك سقور حمد ثلاثة ودورة القفز المظلي الحر ودورة القفز الحر وبعدها تم عرض فيلم موجز عن التدريبات والتطبيقات العملية التي شهدتها دورة القفز المظلي الحر ودورة القفز الحر حيث أظهر الخرجون من خلال التطبيقات العملية براعة كبيرة في تنفيذ القفز بإتقان واحترافية عكست مدى الروح المعلوية العالية والكفاءة الكبيرة التي يتمتعون بها في الختام تفضل سمو قائد الحرس الملكي بتوزيع الشهادات على الخرجين والجوائز التقطيرية على المتفوقين في الدورة والمدربين ومعبرا سمو عن إعجابه الكبير بأداء المشاركين في فعالية التمرين المشترك وتنفيذهم لمتطلبات التمرين المشترك بإتقان عال وبسالة كبيرة والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بكفاءتهم العسكرية في مختلف الظروف والمواقع كما هنأهم سمو على هذا الأداء والكفاءة العاليتين متبنيا لهم التوفيق وأشهد سمو قائد الحرس الملكي بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة ونوه سمو بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة المتميزة والطيبة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي لها جذور تاريخية متينة حذر حفل التخرج سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من ضباط قوة دفاع البحرين كما حضر من الجانب البريطاني الفريق ديفيد ريتشاردز وزير شؤون الدفاع البريطانية السابق ترجمة نانسي قنقر